وفي ملف استراتيجي آخر عقد وزير التربيع علي حميد الدليمي اجتماعا مؤسعا لقيادات الوزارة ومديري التربيات بالمحافظات وممثلين عن الوزارات السندة المتمثلة بالداخلية والصحة والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات لمناقشة أبرز الاستعدادات الفنية والوجستية والأمنية الخاصة بالامتحانات العامة لسادس العددي التي ستجري في العشرين من تموز الجاري وتقرر في الاجتماع تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المديريات العامة للتربية في المحافظات لمتابعة سير وانتظام الامتحانات بأجواء ملائمة وتجديد الإجراءات الرادعة لمنع الصفحات الإلكترونية التي تبث الأخبار غير الحقيقية مما يتسبب في إرباك الطالب وتبعده عن هدفه ومبتغاه العلمي وتأتي الاستعدادات المبكرة لمنع تكرار حالة الأرباك التي تسبب بها تسريب أسئلة امتحانات الثالث المتوسط وما أحدثته من صدى سلبي لا زال يتردد في الأوساط التربوية والأمنية والاجتماعية خاصة مع تورطي مسؤولين بهذا الملف الخطير بمختلف أبعاده ترجمة نانسي قنقر